تبرك المشروع مشروع ثبت بهذا بالشريعة صحيح هذا الأخ يقول أن أقرأ القرآن لماذا قال أتبرك بقراءة القرآن يا رجل قال نعم لأن قراءة القرآن بركة والتدبر بركة والعمل بركة والتداوي بركة صحيح هذا تبرك بأمر مشروع ثبت بالشريعة مفهوم طيب يقول كتب شيخ الإسلام كتب الأئمة الأربع وضع الله سبحانه وتعالى في علم هؤلاء بركة صح نعم تبرك محسوس نعم وإذا لم يثبت فيه شيء شرعا ولا حسا ينتقل من مشروع إلى ممنوع بركاتك سيدنا الشيخ يتمسح في بعض المشاة صحيح والله هذا تبرك ممنوع زارتنا البركة لا يا رجل ما في زارتنا البركة بركة من 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 الله في أحد تمسح بالنبي صلى الله عليه وسلم أو قال زارتنا البركة لا تمسح بجدران الكعبة التمسح بالحجر الأسود ممنوع حجر لا يضر ولا ينفع تتبرك بالتأسي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تقبل تعلم أنه حجر أما تمسح على نفسك وعلى أولادك وتأخذ الثياب وتمسح على الكعبة وعلى حجر أسود هذا تبرك ممنوع تربة القبور أحد والله لا يغني عن أحد شيئا ولو كان يغني لأغنى عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضو الله عليه شج النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وقتل بعض الصحابة في أحد رضوان الله عليه الذي ينفع ويضر هو الله إذن عندنا التبرك مشروع ممنوع المشروع إما بأمر شرعي تلاوة القرآن أو بأمر حسي علم الأئمة الأربعة مثلا أو يقول هذا المسجد مسجد مبارك بماذا نتمسح فيه قال لا عقد الدورات وكذا مثلا هذا الكتاب كتاب التوحيد كتاب مبارك انتفع الناس بهذا الكتاب